بص اقول لحضرتك ثقافة في مصر لا بعافية بالرغم من انه مش في عافية لا بعافية شوية لسبب انه مواقع التواصل الاجتماعي اثرت حتى في الناس اللي ما بتتعاملش بوسائل التواصل الاجتماعي اه هم بيوصلوهم انه بيتقال عليها ايه بيوصلوهم بيتقال عليها ايه بيوصلوهم بيأثر فيهم وللأسف سلبا مش ايجابا اه في ناس منهم بدأت تعمل يعني بدأت دخلت اخدت شوية على الفيسبوك او تويتر وخرجت تاني وقفلت الحسابات بتاعتها اه لا اسباب انه لا دي دوشة وطلعنا من الحالة اللي احنا فيها احنا المفترض لما نيجي نعمل حالة حراك ثقافي بنعملها على الورق وفي المطبوع احسن دواجت نظرهم اه انه على الاقل يبقى فيه اه ارشيف اه خناءة حقيقية على قضية ثقافية اه انما معركة انما اللي بيوجد اللي بيوجد دلوقتي في مواقع او على مواقع تواصل الاجتماعي هو معبر الى ايه سب وقصف واجتيمة وكلام اه يعني ما تقدرش تمسكه حتى يعني اه عالل المؤسسة الرسمية الدولة يعني يعني بيه انها كان عندنا وزير ثقافة اه اه اعاد تاتة عشرين سنة السيد فرق حسني كان اه راجل عنده فكرة اللي هو الصناعة الثقافية يعني انه الثقافة فيها اه بالنسبة له صناعة اه الوقت المشكلة فين عند مين يعني انا بشوف مثلا المجلات اللي بتصدر عن وزير الثقافة مثلا بسهل الحمد اكيد هي هي الثقافة هي الثقافة صناعة ايضا اه لكن اه لو جيت مسكت الهيكل الاداري بتاع وزارة الثقافة لا دي مجموعة موظفين غير مدربين دخلوا في فترات متبعدة كلهم دخلوا عبارة عن موظف يقعد على مكتب يجي وقته ويروح او ازاي قاعد طول الوقت شغله الشاغل ازاي يهرب من انه يعني يهرب من المكتب يطلع يروح او يشوف شغلانة تانية على فكرة ده ينطبق على 90% او اكتر من موظفين وزارة الثقافة